كان في عم بولبل الحلق عم بولبل ده كنت بروح له وانا صغير كان عجيب جدا كان مثلا يتطلع لي كتالوج بتاع قصات اختار يا احمد والقصة اللي انت عايز طبعا عيال كلها شعرها سايح كده ونزل كده واللي واقف كده واللي عم ايه ده عم بولبل اختار من هنا اه يا حبيبي اختار اللي انت عايزه كنت معلق بجنيه ونص اصلا ماشي فاقول له فاعد اقلب في الكتالوج وقول له انا عايز اعمل القصة دي ويخسل شامبو وبتاعه ومش عارف ايه وبتدي يحلق الفراخ بتطلع عن نفس القصة نفس القصة لابقى قصة كل مرة ليه عادي خاص كانني عسكري حلق من هنا ومن هنا وفيش اي حاجة وقفاة قد كده كنا نروح له دايما في العيد الفاتو بقول لك يا عم بولبل انا عايز السشوار بقى عيد بقى وكده وسشوار فابتدى يقصة وبتاع وراح عامل السشوار فاجم شوية هوا كده فلاقيت شعري كله طول واحد معادة حتة لوحدها طلع كده لوحدها خالص امسك اللي حواليها فيطلع طول الشعر مش نفسه طول الشعرية دي شوية خصلة كده لوحدها طلع كده فأتدى عم بولبل ايه اللي خصلة ايه الخصلة دي يعني ليه دي لوحدها قال لي اصل بص انت عندك هنا نقرة فانا عامل دي عشان نغطي بيها النقرة طب النقرة دي ايه عندي قراعي يعني ولا عندي ايه فطلع هو اللي عامل النقرة دي هو ضرب المقص كده را عامل لي نقرة في دماغي ورا عامل لي الغطى بتاعها فهمني يعني ده غطى النقرة ومن يوميها ما روحتش لعن بولبل ده تاني خالص اكتر مشاكل عند الحلاء ده مما يعد يلزق فيك يعني بيوترك وبعدين الكرسي كده فانت ايديك بره الكرسي فهو لازم يقرب عشان يحلق تبت تجيب كده وبعدين يقص يدرج الجنب الشمال فتجيب كده فيه قلق كده نوع عماك فانك عمال تحسس في شعري جو التحسيس ده ما بحبوهش بيلفت نظري حاجة الرجالة طبيعي انهم مش هخش محل كوفر كوفر حريم يعني ستة انهم بيلفت نظري هي ليه البنات ما بيخشوش محل الحلاء يعني تلاقي مثلا انت عب بتحلق وختك جيالك ولا بنت عمتك ولا بش عارف ايه ما عدية ف بس انا ديلك منبرة احمد فالحلاء اي اخو بالو فتكلم في حد ايه يعني احنا مش مفيش حاجة مغطينها ما هو شعرينا برا زي شعرينا جوه زي وبنحلق شعرينا يعني ما بنحلقش حاجة تاني طب انا اقول لكم حاجة انا عندي ودن اطول من ودن اهي بصوا صح مش اليمين مترطقة اكتر من الشمال وعندي دم اللي برضو هنا ها 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 ليه بقى ودني دي اكتوال من دي ده مش عيب خلقي بس انا عشان كنت ام ماجه نام و انا صغير كنت اقوم قلب ودني دي كده وانام على المخدة كده كده ها فمن كتر النمع لو داني دي كده وطبعا انا صغير كان ابوها بيحلقلي انجليزي اساس ان انا رجل عندي ستين سنة فكان يدرج الجناب من هنا ويدرجها من هنا كنا بنحلق عند واحد سمو عم عفيفي فكان يشيل يشيل يجز يجزي فكان بتبقى ودني دي مترطاة جدا ولو شفت بقى خيالي في الارض لما الظهر هتلاحظها جدا هتلاقيها في ودن صغيرة وعالارض والله والودن التانية طلع كده لوحدها ناس كتير قالوا ليعمل عملية ورجحها كده بس انا قلتلهم اتس مي اتس مي سا ولا مش ات ات دي بتتقلع علي الجماد هي وش هي و ات هي للرجل وش هي للست و ات للجماد يبقى اتس مي يعني انا جماد لا بجد والله انا عايز اعرف لو انا بقول ده انا تبقى ايه ما علينا ما علينا